مباشرة ينضم إلينا الآن الحقوق والحاصل على الماجستير في تخطيط المدن سيد أمال عرابي أهلا بك سيدي في بادي الأمر إلى جانب الخطورة المترتبة ربما على هذا المشروع على شرعنة هذه المستوطنة المستوطنة هي تمهيد لأي مشهد في الجليل وأي نوع سياسات إسرائيلية يأتي ليطبق بداية وقبل كل شيء يجب أن نلاحظ ونميز ونضع الإصبع على يعني ازدواجية المعايير لهذه الحكومة والحكومات السابقة بما يتعلق للبناء الغير مرخص إذا كان البناء يهودي أو البناء عربي فنرى أن بضع الكرفانات على تلة يتم شرعنتها ويتم الاعتراف بها لا وبل إعطاءها ميزانيات من أجل توسيعها سواء كان هذا الأمر في الضفة أو سواء داخل الخط الأخضر فهي نفس السياسة ولكن عندما يقيم العربي منزل أو غرفتين صغيرتين من أجل أن يتزوج لأبنائه يتم هدمه ويتم وصمه على أنه مجرم هذه النقطة مهمة جدا لأنها تميز التمييز الصارخ بما يتعلق بالتخطيط والبناء ما بين العرب واليهود بضعة كرفانات على تلة في الضفة يتم الاعتراف فيها وتزويدها في الكهرباء والماء بل وخدمات الإنترنت بينما غرفة على سطح منزل قائم في بلدة عربية يتم وصم المجتمع العربي كامل على أنه مجرم هذه النقطة الأولى مما يتعلق بالنقطة الثانية وهذا الأمر تحدثنا عنه بالسابق عزيزي مما يتعلق ما هي السياسات التي تقف وراء هذه القرارات البداية علينا أن نرى أن الحكومة الحالية لا ترى فقط بالتوسع العربي كمشكلة دمغرافية فنحن نعلم أن المجتمع العربي يشكل أغلبية في منطقة الشمال فهي ترى أيضا بالمجتمع العربي مشكلة استراتيجية أمنية فهي تريد أن تزرع بؤر استيطانية يهودية ما بين القرى العربية لأجل قطع التواصل الجغرافي ما بين البلدات العربية وهذا كله جاءت من منطلق أمني ما أنه يجب أن نزرع ما بين البلدات العربية بلدات يهودية قادرة على قطع التواصل ماذا يترتب على قطع التواصل الجغرافي هذا؟ وجود تواصل جغرافي عربي هذا أمر من ناحية المنطق المدني للتمدن لهذه البلدات والتوسع لهذه البلدات ووجود أراضي من أجل افتتاح مراكز تجارية على سبيل المثال وجود مراكز تجارية يترتب وجود عدد كبير من الأشخاص من أجل أن تعيش هذه المراكز تجارية وجود امتداد شغرافي يساهم في تطوير بنية تحتية اقتصادية واجتماعية لهذه البلدات ولكن قطع التواصل الجغرافي بين البلدات العربية يحكم على هذه البلدات بأنها تعيش في مساحات ضيقة بحيث أنك أنت تحصر هذه البلدات وتمنعها من التمدد وهذا ما تحدث عنه الدكتور حنى سويد قال أن هناك أراضي لأهل عيلبون وهذه الأراضي هي مناطق تسمح بتوسع بقرية عيلبون وامتدادها لتجاوب على الاحتياجات المستقبلية للبلدة ولكن يتم قطع هذا التواصل ويتم حصر البلدات العربية من أجل السيطرة الديمغرافية والجغرافية على امتداد البلدات العربية هذه المستوطنة والمساعي أيضا لشرعنتها وقوننتها في إسرائيل من قبل جميع الوزراء الذين ذكرناهم قبل لحظات ربما قد يكون توطئة كذلك الأمر لشرعنت وإعطاء غطاء قانوني لكل ما يقوم به أو تقوم به مجموعات المستوطنين كشبيبة التلال أليس كذلك؟ ولهذا ربما تداعيات وأخطاء قد تترتب وتنعكس على المجتمع العربي بشكل أكبر أنا أتفق معاك أنه يجب قراءة الصورة بشكل متواصل ما يحدث في الضفة وما يحدث في داخل حدود الخط الأخضر فلا يمكن الفصل ما كان يمكن الفصل في السابق الآن لا يمكن الفصل لأنه يوجد لدينا حكومة حولت الأبارتهايد إلى مشروع سياسي هي تريد أن تطبق المشروع السياسي للأبارتهايد على أرض الواقع سواء في الضفة أو سواء في داخل الخط الأخضر ولكن ممكن أن تكون شرعنت هذه البؤرة الاستيطانية هي توطئة لعملية تهويد جديدة للجليل بمعنى إعادة مشروع تهويد الجليل من خلال إقامة بلدات صغيرة ما بين البلدات العربية من أجل قطع التواصل الجغرافي ومن أجل تغيير البلدات خليني أكون واضح معك في أقل من دقيقة لو سمحت أستاذ أمل عرابي مشروع تهويد الجليل كان قائما دائما موضوع على الطاولة في كل السنوات المنصرمة ما الذي يختلف اليوم في كل ما يتعلق بمصطلح تهويد الجليل عن السنوات المنصرمة؟ ما الذي يختلف أن الأدوات تتغير بمعنى أن الأدوات التي تستعمل الآن في السابق تم استعمال مصادرة الأراضي وإقامة بلدات جديدة وإعطاء ميزانيات إلى البلدات اليهودية الآن نرى أن هناك آليات جديدة بمعنى حصر البلدات العربية عن طريق إقامة بلدات يهودية الحديث الدائم عن الخطر الديمغرافي اليوم يتحدثون بشكل واضح هذه الحكومة على الخطر الديمغرافي وأيضا هناك خطاب أمني تم إضافته ما لم يكن واضح في السنوات السابق فهذه الحكومة ترى في التواجد العربي وفي الأغلبية العربية وفي التواصل الجغرافي العربي خطر أمني استراتيجي وهذا الشيء الآن يقال بشكل واضح وصريح نقطة أخيرة أن إقامة هذه المستوطنات الصغيرة لا تضر فقط بالبلدات العربية في الشمال هي تضر أيضا في البلدات اليهودية في الشمال لأن هذه البلدات ستستقطب إليها سكان قائمين لن نرى أن هناك أهل تل أبيب والمركز سينتقلون إلى الشمال ولا أهل الجنوب سينتقلون إلى الشمال إذن ستستقطب يهود قائمين وستضعف البلدات اليهودية القائمة وسنحكم على الشمال أن يستمر في وضع بنية تحتية وبنية اقتصادية ضعيفة حتى أبد الأبدين وهذا يقول أن لهذه الخطوات انعكاسات واتدادات وأيضا في كل اتجاه أشكرك جزيل الشكر مخطط المدوى الحقوقي أمال عرابي شكرا جزيلا